رائع مطهرين روائع التابعين في جنته وذار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه حبة في الله الحقيقة الواحدة وبيتكلم عن التابعين بيقرأ قصص هؤلاء الناس وحياتهم ومواقفهم الجميلة فعلا بيتمنى أن يكون عايش في الزمن دوت عشان يشوف فعلا زمن عايش فيه رجال أطهار اطربوا من إيدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطلع جيل جميل أوي 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 بنتمنى أن ربنا يجمع نبيهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض الجزء الثاني والأخير من حياة العلم الإمام الكبير المجاهد سعيد ابن جبير رحمه الله رحمة واسعة قلنا المرة فاتج معا إن كانت المحنة الكبيرة في حياة سعيد ابن جبير المشكلة اللي حصلت بينه وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي هذا الرجل الظالم الغشون اللي كان سفاكا للدماء يعني سبحان الله كانت سبب المشكلة أصلا إن الحجاج ابن يوسف الثقفي بعت في يوم الأيام رئيس القوات بتوعهم قوات الجيش اللي هو عبد الرحمن بن الأشعف قال له نعايزك تروح لتغزو راتبيل ملك الترك في مناطق واقعة في حتة اسمها سيجستان دي بين إيران وبين أفغانستان وراح فعلا عبد الرحمن بن الأشعف وانتصر انتصار صاحق بفضل الله سبحانه وتعالى وغنم غنائم كتيرة وبعت واحد من طرفه بخمس الغنائم لبيت مال المسلمين يوصلها للحجاج ابن يوسف الثقفي وطلب منه فقط ان يعطيه مهلة يوقف فيها القتال والجهاد علشان بس يعرف مداخل البلاد ومخارجها علشان ما يقحمش الجيش في مهلكة فيضيع جيش كله مرة واحدة ما كان من الحجاج اللي انه قابل الطلب البسيط دوت بهجوم عنيف جدا على عبد الرحمن بن الأشعف وقال له انت انسان جبان وما عندكش جرأة على الجهاد وانا هدوقك الويل وهعمل فيك وهرفدك من الجيش فما كان منه اللي انه راح نجمع الكبار الجنود والقواد اللي معاه في الجيش وقارق عليهم رسالة الحجاج ابن يوسف الثقفي فما كان منهم اللي انه كلهم طبعا صدرهم كان شايل يعرم الحجاج ابن يوسف وكلهم كانوا تعبنين منه لانه كان ظالم جدا وصفات للدماء فما كان منهم الا ان قالوله ايه رأيك نخرج كلنا على الحجاج ابن يوسف ونقتله ونشيله بقى من حكم العراق عشان نخلص من ظلمه ونبطشه وقال لهم ايدكوا في ايدي قالوا خلاص واتفقوا مع بعض على قتل الحجاج ابن يوسف لانهما يزحوه من الملك بتاعه وبالفعل حصرت ما بينهم الحجاج ابن يوسف حروب طاحنة انتصر فيها في البداية عبد الرحمن ابن الاشعف واللي زوت قوة عبد الرحمن ابن الاشعف ان جم الناس المسكين الولايات اللي حوالين الحجاج ابن يوسف جم بلغوه قالوله ده اهل الزم عشان يهربوا من الجزة اللي بيدفعوها دخلوا في الاسلام واصبح ناردة ما بيدفعوش جزة وسابوا القرى اللي كانوا عايشين فيها وجم عاشوا في المدن وعملوا مشكلة كبيرة جدا وقزمة كبيرة وما بقاش فيه اي فلوس ده لقتي في بيت المال علشان نقدر نجاهز بها الجيوش بتاعتك فده كم موطن ضعف الحجاج فاصدر قرار ظالم برضو مرة تانية وامرهم كلهم انهم يردوا الناس ديت من المدن بعد ما عاشوا فيها وخلاص وكل واحد يعرف اكل عيشه فين وحياته فين ولا استق حياته امرهم انهم يرحلوا مرة تانية للكرة فخرج الاطفال والنساء والرجال الكل يستغيث ويبكي وقابلوهم بقى الفقهاء بتوع البصرة والقراء وسعب عليهم الموضوع حاول يتوسطهم ما فيش اي امل فاذا بي عبدالرحمن ابن الاشعف يروح يقابل الفقهاء وقراء البصرة قال لهم اتكوا في اداءة نشيل الحجاج قالوا له معاك فالضم دي من ضمن ما ننضم سعيد ابن جبير ووقف ضد الحجاج ابن يوسف وحصلت حرب طاحنة بين جيش عبدالرحمن ابن الاشعف وبين جيش حجاج ابن يوسف كان في البداية النصرة لصالح عبدالرحمن ابن الاشعف وفجأة قلبت الموازين وانتصر الحجاج ابن يوسف وفر عبدالرحمن ابن الاشعف وبدأ الحجاج يقبض على الجيش ده كله ويطلب منهم يجددوا البايع عليه على العراق مرة تانية بما فيها الكوفة والبصرة هم بدأوا يجددوا البايع وكان طريق تجديد البايع كان قبيحة جدا كان يجيب الواحد ويقمره يقول له أنا لما طرقت باعتك باعتك يعني البيعة بتاعتك أنا كنت كافرا فعطت الآن إلى الإسلام وجددت البيعة فطبعا شهد بذلك حوالي 7000 واحد وأما البقين كلهم فرفضوا هذا الكلام وقتله وكانت مدبحة كبيرة جدا جدا لدرجة أنه قتل واحد كان معدت 80 سنة والموضوع كان أثر على نفوس الناس جدا وصل الخبر دوت خبر المدبحة ديت لسعيد ابن جبير وعرف أن أكيد هتيجي اللحظة اللي هيقع فيها في قدين الحجاج ابن يوسف الثقافي وأكيد هينتقم منه لأنه عارف أنه كان واقف ضد الحجاج ابن يوسف الثقافي إيه اللي حصل يا جماعة في الوقت دوت في الوقت دوت سعيد ابن جبير قال أخذ بالأسباب فابتدى يستخبى في بعض الكرة القريبة من مكة يعني فضل مستخبنك لمدة عشر سنين وفضل كل ما يحس إن الحجاج قرى بيوصلوا بقى يفروا يروح لمكان تلك حدا ما في يوم الأيام حدث ما لم يكن يتوقعه سعيد ابن جبير وجاءت محنة شديدة جدا وكبيرة جدا وكان موقف عجيب جدا لا يخطر على قلبه بشر إيه اللي حصل قدم على مكة والي جديد من قبل بني أمية اسمه خالد ابن عبد الله القصري وكان ما يتخيرش عن الحجاج كان إنسان ظالم جدا وكانت سيرته من أسوأ السير وكان يعني إنسان عنده بطش وعنده جبروت غير عادي وكان الناس طبعا أصحاب سعيد ابن جبير خافوا على سعيد ابن جبير لأن إمام عالم دولة كلها بتحترم وتوقروا كل الدنيا وكلها محتاجة لعلمه ومحتاجة ليه في أي وقت فقدروا ربنا سبحانه وتعالى إنهم راحوا قالوا لسعيد ابن جبير إن نخشى عليك من خالد ابن عبد الله القصري ده سيرته وما تتخيرش عن سيرة الحجاج ابن يوسف فلا بد أن تفر وإن أنت تروح تهرب في أي مكان تاني إيه بعد عن مكة بأي طريقة فسعيد ابن جبير قال كلمة عجيبة أوي قال لهم والله لا أفر والله لقد فررته حتى استحييته من ربي بلوم أنا عمال بهرب بقى لعشر سنين لحد أما كسفت من ربنا إزاي أن أنا خاف من إنسان بالمنظر ده فأنا خلاص موجود واللي ربنا يقدره يحصل وما فيش أيام وقدر خالد ابن عبد الله القصري يوصل بمخابراته والعيون بتاعته والجواسيس يوصلوا للمكان اللي مستخب فيه سعيد ابن جبير وراح الجنود أبضوا على سعيد ابن جبير وخدوه عشان يوصلوه لمدينة واسط في العراق علشان الحجاج ابن يوسف الثقفي يعني يقتل سعيد ابن جبير فأول ما أبضوا عليه سعيد ابن جبير بصر صحابه وحبيبه تلاميذه قال لهم والله ما أراني إلا مقتولا يعني أنا شايف نفسي أننا هتقتل على يد هذا الرجل الظالم قالوا ليت يا حبوا بقي يعني هونوا عن الموضوع ما تخافش يا إمام ولعله عسي يعفو عنك ويعني ما تتوقعش الشر قال لهم والله لقد كنت في ليلة مع اثنين من أصحابي دين من أقرب الناس إليه وقعدنا نذكر المولى عز وجل وندعو الله عز وجل ونبتهل في الدعاء ونتمنى الشهادة فكل واحد فينا تمنى أن يرزقه الله الشهادة فأصحاب الاتنين نالوا الشهادة وبقيتوا أنا وما أراني إلا مقتولا خارج من بيته سعيد ابن جبير وبص الموقف المؤثر دوت ليه بنت صغيرة عمرها حوالي خمس سنين رحت متعلقة في رجلية وقالت له يعني بالبلد كده سيبني المين يا أبي ما تسيبنيش يا أبي وبدأت تتشعلق فيه ومسك فيه ومش عايزة تسيبه ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يبص البنته ويروح مسلك إيديها كده ومتبطب على رأسه يقول لها يا بنيتي قولي لأمك موعدنا جنة الرحمن إن شاء الله تعالى ومشي سعيد ابن جبير بعدما بنته قاعدت تبكي بكاء مرير وزوجته قاعدت تبكي بكاء مرير وخرج سعيد ابن جبير وحصل كم موقف من أغرب المواقف موقف الأولاني الرجل اللي واخد سعيد ابن جبير ومكتف إيديه واخده علشان يوصله للحجاج ابن يوسف الثقافي في واسط علشان يقتلوا في وسط السكة كانوا ماشيين مع بعض المدة 3-4 أيام فطور السكة سعيد ابن جبير ماشاء الله عمال عبادة وصيام وقيم ليل واستغفار وتسبيح وقرأة كرآن ودعاء وبكاء صياب عليه فقال له يا إمام والله إني لأدري ماذا سيصنع بك هذا الظالم أنا عارف أنا مودك لواحد ظالم هيئتلك يا إمام اهرب إلى أي مكان تخيل لو حضرتك مكانه ورايح لواحد هيئتلك والرجل اللي مسكك الحرس اللي مسكك بيقول لك اهرب اهرب أنا عارف أنه هيئتلك تعمل إيه ممكن تهرب ومن حقك ياك ده رجل ظالم قال له لا والله فإن الحجاجة سيعلم أنك قد أخذتني فإن لم تصل بي إليه قتلك أنت ولا أريد أن تكافأ بمثل هذه المكافأة أنا مش عايزك تتعذب مكانه وتتقتل مكانه إنه حرام إنه أنت تتظلم بسببه لدرجة إن الإمام الأعمى شبيحكي بيقول لما جابوا سعيد بن جبير وطلق بن حبيب وبعض أصحابنا ودخلوا السجن عند الحجاج بن يوسف الثقف قبل ما ينفذوا بقى حكم الإعدام فبقل دخلت عليهم ورحتوا بترهم كلمة بترهم معقولة ورجل شرطي واحد من شرط حجاج بن يوسف جايبكوا من مكة الحدي هنا مش قادرين تكتفوه وترموه في الصحراء وتهربو فقال سعيد بن جبير فمن كان يسقيه الماء إذا عطش لما يعطش مين اللي كان يسقيه ميا سبحان الله هلبوا مشغول على إن الراجل الحارس اللي هيوصره لو كتفوه يربوا منه مين يسقيه ميا يسيبه يموت قد قلوبهم كماليانة رحمة وصل سعيد بن جبير للحجاج وبالله عليكم ركزوا معايا في الحوار المؤثر اللي دار بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الملك الظالم الغشون أول ما دخلوه على الحجاج بن يوسف فشافه فبصله بحقد وغل جديد قال له ما اسمك اسمك ايه قال سعيد بن جبير هو مش عارف ؟ ما هو عارف قال له سعيد ابن جبير قال لا بَلْ شَقِي بن كسير بدل كلمة سعيد حط ما كانها شقي وبدل كلمت جبيرة حط ما كانها كسير قال بَلْ شَقِي بن كسير فقال له سعيد بن جبير بَلْ كانت أمى أعلم باسمي منك أمك اتا أعلم باسم منك أنت فقال له الحجاج بن يوسف وشو بقى سوء الأدب العجيب اللي عن Suddenly هذا الرجل قال ما تقول في محمد 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 كده حاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقال محمد فقال ما تقول في محمد فقال تعني محمد بن عبد الله صلوات رب وسلامه عليه قال أجل قال سيد ولد آدم ونقرارك بس الكلام اللي دار ما بينهم سيد ولد آدم النبي المصطفى خير من بقي من البشر وخير من مضى حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح لله ولكتابه ولعامة المسلمين وخصتهم قال فما تقول في أبي بكر هو عايز يمسك عليه أي حاجة شنقتله قال فما تقول في أبي بكر قال هو الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب حميدا وعاش سعيدا ومضى على منهاج النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يغير ولم يبدل قال فما تقول في أمر قال هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل خب بالك وخيرة الله وخيرة رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد مضى على منهاج صاحبي فعاش حميدا وقتل شهيدا قال فما تقول في عثمان قال هو المجهز لجيش العسرة الحافر بئر رومة المشتري بيتا لنفسه في الجنة سهر رسول الله على ابنتي ولقد زوجه الله ولقد زوجه النبي بوحي من السماء وهو المقتول ظلما قال فما تقول في علي قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الفتيان وهو زوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة دخل بقى في الجد بقى قال فأي خلفاء بني أمية أعجب لك مين اللي بتحبه من خلفاء بني أمية قال أرضاهم لخالقهم أكتر واحد بيرضي الله هو ده أحب واحد لقلبي قال فأيهم أرضا للخالق كم مين فيهم قال علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم بدأ يخش بقى في أهم نقطة قال له فما تقول فيه سألتك عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربع الرشدين وبني أمية أنا عايز رأيك بقى فيه أنا فقال له أنت أعلم بنفسك شوف العز يا أخي هو عارف أنه عايز يقتله واخد بالك من حاجة هو ممكن سعيد بن جبير كان يقول له أي كلمة يحنن قلبه يسيبه بجدر إن رجل ظالم وغشوم وسفاك للدماء وأقل كلمة كانت ممكن تخليه سيبه لكن أصر أن يمضي على العزة اللي هو عايش عليها تعالوا نكمل حوار سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل الحوار العجيب اللي دار بين الحجاج بن يوسف الثقف الحاكم الظالم سفاك للدماء وبين سعيد بن جبير الإمام العالم تلميذ بن عباس رضي الله عنهما قال الحجاج بعدما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبوكر وعمر وعثمان وعليه وسأله عن الخلفاء بن يومية فيما قال له فما تقول فيا قال أنت أعلم بنفسك قال بل أريد علمك أنت عايز رأيك أنت فيا قال إذن يسوءك ولا يسرك تخيل واحد بيكلم سلطان غشوم وظالم وسفاك للدماء وبيكلمه بالجرأة دي كلها هو عارف أنه كده كده هيقتله هيزل نفسه وبرضه هيقتله طب وليه أزل نفسي ما أكلمه بعز ما دام كده كده أنا مقتول ألقى الله وأنا عزيز ومنقش ربنا وأنا زليل أزل نفسي لله أه نمى للبشر لا قال إذن يسوءك ولا يسرك قال لابد أن أسمع منك لازم أعرف رأيك فيه فقال سعيد بن جبير إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله تعالى تقدم على أمور تريد بها الهيبة وهي تقحمك في الهلكة وتدفعك إلى النار دفعا فقال الحجاج إذن والله لأقتلنك قال سعيد بن جبير إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك كل اللي هتعمله إيه هتقتلني هتطلعني من الدنيا لكن بقتل ذوت هكون أفسدت عليك آخرتك لأنك هتلقى الله بدمي وأنا في النهاية ما عملت لكش حاجة وإنت اللي بتظلمني قال إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك قال له الحجاج اختر لنفسك أي قتلة تنشئت حب أقتلك إزاي بالسيف ولا غرأك ولا حلائك ولا أعمل فيك إيه اختار الأتلة اللي نقتلها لك فقال سعيد بل اخترها أنت لنفسك يا حجاج فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة فالحجاج قال له أتريد عفوي تحب أن أعفو عنك قال إن كان العفو فمن الله أما منك أنت فلا براءة لك ولا عذر اللي زيك أنت مطلوبش منه العفو مطلوبش العفو إلا من ربي سبحانه وتعالى فاغتاز الحجاج وقال السيف والنطع يا غلام بسرعة هتل السيف والنطع النطع ده جلد كده بيتحط تحت الإنسان اللي هو هيتقتل وهيتضرب بالسيف عشان الدم ما ينزلش على الأرض ينزل على الجلد ده وبعد كده يلمو يلمو قال السيف والنطع يا غلام فتبسم سعيد بن جبير نعكز معاه في الحتة المهمة دي حتة في غاية الروعة فتبسم سعيد بن جبير فتعجب الحجاج قال أنت بتبسم ليه قال أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك يا سبحان الله شوف الكلام بإنه أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك فقال الحجاج أقتله يا غلام فاستقبل سعيد بن جبير القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فقال له ابعدوا عن الإبلة حرف وشه عن الإبلة قال فأينما تولوا فثم وجه الله فقال له قبوا على الأرض ارميه على الأرض قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى فصرخ الحجاج وقال اذبحوا عدو الله اذبحوا عدو الله فرفع سعيد بن جبير كفه إلى السماء ورأسه إلى السماء وقال اللهم لا تصلت الحجاج على أحد بعدي أبدا وربنا استجاب دعوته الحجاج ما أتلش حد بعد سعيد بن جبير مع أنه قتل آلاف آلاف البشر قتلهم مسافك دماؤهم الحجاج بن يوسف لكن بعد قتل الحجاج بعد قتل سعيد بن جبير ربنا ما صلتش على حد فقتل سعيد بن جبير بعد وفاة سعيد بن جبير تحولت حياة الحجاج بن يوسف الثقافي إلى جحيم جحيم خمستاشر يوم ما ينامش كل يوم يجي ينام ويقوم مفزوع يقول هذا سعيد بن جبير آخذ بعنقي وفي رواية آخذ برجلي مالي ويسعيد بن جبير ردوا عني سعيد بن جبير كل يوم يجيله في المنام ويظهر قدامه وكأنه بيخلقه أو كأنه بيجره من رجلين وهو يقوم يصرخ هذا سعيد بن جبير ردوا عني سعيد بن جبير وفدل يمشي في الشوارع حجاج بن يوسف يمشي في الشوارع يكلم نفسه يقول لهم هذا سعيد بن جبير مالي ولسعيد بن جبير ردوا عني سعيد بن جبير وتمر خمستاشر يوم ويصاب الحجاج بن يوسف الثقفي بالحمة ويشتد عليه المرض ويموت قال الإمام الذهبي رحمه الله رحمة الله وسعن رؤيا الحجاج بن يوسف في النوم بعد موته فقيل له ما فعل الله بك قال قتلني بكل قتيل قتلى كل واحد قتلته قتلني قدامه قتلى وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلى سبعين مرة في مقابل سعيد بن جبير فلما مات الحجاج بن يوسف الثقفي وصل خبر موته لإبراهيم النخعي فبكى من شدة الفرح وقام الحسن البصري سجد شكرا لله وقال اللهم أمتته فأذهب عنا سنته قال أصف يا رب مش عايزين واحد ظالم تاني زي ويجي تاني يا رب ولما أخبر طاووس بموت الحجاج بن يوسف قال فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الحقيقة لما تعطى تأمل لموقف سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف موقف حقيقي قوي إمام عالم ربنا نفع بالمسلمين كان إمام الكوفة والدنيا كلها بتتتلمز على قده ومعروف إن ده تلميز بن عباس رضي الله عنهما وياما ربنا نفع بعلمه كان إمام في التفسير والفقه واللغة وكل ماشاء الله في كل علوم الدين وربنا نفع بكتير إيه اللي يخلي واحد زي الحجاج بن يوسف يقف الموقف دوت ضد واحد زي سعيد بن جبير حتى لو كان سعيد بن جبير صاحب قضية وفعلا نفسه يخلص من ظلم الحجاج بن يوسف وما كانش لوحده ده كان آلاف البشر نفسهم بيخلصوا من ظلم هذا الرجل الظالم الجائر فكون اللي انت عرفت إنه هو اعترض عليك من كثرة الظلم اللي انت فيه ده كان يديك فرصة إن انت تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتبهد على الظلم اللي انت كنت بتظلمه للناس مش إن انت كمان تكمل مسيرة الظلم وتقتل عالم من أعلام المسلمين وقتل أي مسلم مصيبة فما ظنك بقتل عالم ربنا نافع بيه المسلمين ونافع بيه الأمة الإسلامية وشوف الحوار اللي دار بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقافي حوار كله عزة سعيد بن جبير يا جماعة كان يقدر يخش على الحجاج ويقوله كلمتين مجملة ويقوله أنا آسف أنا كنت غلطان في حقك لكن انت فعلا إمام وحاكم العراق وانت على واصل من فوق وانت وانت وكلمتين وكان يخلص وهو نفس الحجاج قال له أتريد وعفوي يحب اننا أعفو عنك لو كان قال له آه كان يقوله طب قول لي كلمتين استردين بيهم وانا خرجك وتمشي وبلا عكس ده أنا ممكن أخليك من المقربين إلي لكن سعيد بن جبير رفض عارفين نرفض ليه لأنه عمل كده هيجي ناس كتير من بعض وهتعمل كده وهيقوله سعيد بن جبير عمل كده وإحنا مش أحسن من سعيد بن جبير والكل هيمشي زي ما كان هو ماشي ويعمل زي ما هو عمل وأهل العلم بيخافوا من الحتة ديت درجة أنه بيحكى أن فيه واحد من أهل العلم في يوم الأيام كانوا عاشين في زمن ملك من الملوك الظلمة وجي أمر الناس أن يكلوا لحم الخنزير اخدوا بالكم الكلام ده يكلوا من لحم الخنزير واللي مش هيكل هيقتل فجوم عند الإمام العالم ده إمام الأيام الكبار فجوم عند الإمام دوت فالحرس بيحبوه فقدموه لحم شاه بدل لحم الخنزير وقالوه كل يا إمام اطمنا إحنا بدمنلك اللحم قاله يلا كل من لحم الخنزير والليه ده مش لحم الخنزير ده لحم شاه فرفض يأكل فقال خلاص يقتلوه فالحرس قالوله طب ليه رفضت تأكل ده احنا ده وقت هنقتلك بأمر الملك ده احنا حطنا ده أ 이것도 لحم شاه مش لحم الخنزير قال لهم أنا اللي أعرف أنه لحم شاه وإنتوا اللي تعرفوا إنما الناس ما تعرفش فلو أكلت من لحم الشاه وهو الناس فكرين أنه لحم خنزير الكل سأتي وسيقلدني وكون أنا أسوريهم في الشر فالكل يمشي وراه يقول الإمام عمل فأعمل زيه شفت الإنسان لما يكون رأس بيفكر مش في نفسه بس بيفكر في اللي هيمشي وراه ويعمله زيه ممكن إنسان يتعرض لك كرجل عالم أو كداعية ويسبك ويجتمك ومن حقك ترد عليه لكن مش هرد لأن أنا لو عملت كده في ناس كتير بتمشي ورايا وبتحبني وهيقلدوني لو عملت كده ممكن أكون أنا هعمل حاجة غلط هخش في مكان ولو لمر معصية في حياتي وتعدي وتقل الله وعندي من مكفرات الذنوب كتير رجل باب بتدعو إلى الله وبتصلي وتصوم وتعمل وخيارات كتيرة جدا لكن الناس هتقلذك ويبقى كله في ميزان سيئاتك حرفت ليه المسألة بتبقى خطيرة لما تكون انت رأس في الرأس بيقتدى به فعشان كده لازم تحضر ده اللي خل سعيد بن جبير يضحب حياته ويقتل شهيدنا حسابه كذلك ولا نزكع الله أحدا علشان محدش يتنازل عن دينه من بعده ويجامل وينافق على حساب الشراء وعلى حساب الدين انتهت قصة سعيد بن جبير لكن حياته فعلا ما انتهتش وكثته هتفضل نبراس لينا وعمرانا ما هننسى سعيد بن جبير التلميذ بن عباس ونفضل ندعيله ونترد عنه ونترحمه ونقول رب نرد عنه وارحمه ويجمع نبيه في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله إلا أنت استغفرك وأتوب وليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أليه وصحابه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته